واشنطن تؤكد استمرار حربها ضد تنظيم داعش في غضون تجدد المخاوف من انبعاث التنظيم بعد قرار رئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا وزراء خارجية من عدة دول سيجتمعون في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل من أجل تنصيق جهود التصدي للتنظيم المتطرف ويصدف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 6 فبراير اجتماعا للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش المؤلف من 79 دولة والذي شكلته الولايات المتحدة في العام 2014 بعد سيطرة المتطرفين على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا بيان الخارجية الأمريكية بشأن هذا الاجتماع شدد على أنه بعد هزيمة تنظيم داعش في ساحة المعركة سيوصل التحالف جهود إرساء الاستقرار من أجل تسهيل العودة الآمنة والطوعية للذين نزحوا بسبب أعمال العنف خطاب النصر قامت بترويجه أيضا وزارة الدفاع الأمريكية وجاء على لسان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكية أنه من المتوقع أن يفقد تنظيم داعش آخر أراضي يسيطر عليها لصالح قوات تدعمها الولايات المتحدة خلال أسبوعين فقط مدة تستعد خلالها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بدعم ألفي جندي أمريكي ومساندة جوية لشن معركة نهائية في شرق سوريا ضد ما تبقى من التنظيم الإرهابي استعدادات تأتي بعد أسبوعين من إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة عدد من الجنود الأمريكيين في مدينة منبج السورية وجوم شكل دربة قوية وأعاد الجدل بشأن إعلان الرئيس الأمريكي في التاسع عشر من دجمبر الماضي سحب ألفي جندي أمريكي من سوريا مؤكداً ضحر التنظيم الذي لا زال يسيطر على منطقة صغيرة في شرق سوريا قرار الانسحاب المفاجئ من الأراضي السورية آثار معارضة قوية داخل الولايات المتحدة بعد أن قدمت الاستخبارات الأمريكية معلومات تفيد بأن تنظيم داعش ما زال يمتلك ألف المقاتلين ما يجعله قادراً على تشكيل تهديد قوي في منطقة الشرق الأوسط وفي انتظار اجتماع التحالف الدولي المرتقب يبدو المستقبل ضبابياً في سوريا وسط تنقض التصريحات بشأن مصير داعش اشتركوا في القناة